طالبات العزيزات سوف نبدأ بوحدة التحويل الهندسي وهي الوحدة السابعة اسمها وحدة التحويلات الهندسية ورح نبدأ بالدرس الاول وهو التحويل الهندسي وتعريفه التحويل الهندسي وهو من خلال هذا المخطط السهمي الثالي انه في عندي هون مجموعة سين مكونة متات عناصر 012 وسميهم المجال ومجموعة اخرى اسمها صاد كون متات عناصر 789 وهي المدى الان ماذا نسمى العلاقة بين المجموعة سين والمجموعة صاد ماذا نسميها تحويل نسميها تحويل اذا ارتبط كل عنصر من المجموعة سين اللي هي المجال بعنصر واحد فقط من المجموعة صاد التي اسمها المدى يعني الصفر ارتبط بالعنصر 8 والواحد ارتبط بالعنصر 9 واثنان ارتبط بالعنصر 7 اذا كل عنصر من المجال ارتبط بعنصر واحد فقط من المدى نسمي كل عنصر من المدى هو صورة لعنصر واحد فقط من المجال يعني العنصر 9 هو صورة للعنصر واحد من المجال والعنصر 8 هو صورة العنصر 0 من المجال العنصر 7 من المدى هو صورة العنصر 2 من المجال إذا نسمي العلاقة بين المجموعة سين وساد نسميها تحويل إذا ارتبط كل عنصر من المجال بعنصر واحد فقط من المدى وكان كل عنصر من المدى هو صورة لعنصر واحد فقط من المجال يعني تسمى العلاقة تحويلا إذا ارتبطك كل عنصر في المجال بصورة واحدة فقط في المدى وكل عنصر في مدىها هو صورة لعنصر واحد فقط في مجالها يعني 9 صورة لعنصر واحد 8 صورة لصفر يعني إذا صفر ممكن يرتبط في 8 ممكن يرتبط بالسبع ممكن يرتبط بالتسعة المهم يعني يرتبط بعنصر فقط واحد من المدى. يعني ممكن نكتب المجال سين تساوي صفر واحد واثنين. ممكن نعبر عن المدى ايضا بصاد بمجموعة صاد سبعة تمانية تسعة. يعني ممكن اكتبها بشكل مجموعة كما يلي. ومننا نعرف هذا المخطط السهمي اللي امامنا اللي هو مخطط السهمي هو علاقة عين المعرفة من مجموعة سين الى المجموعة صاد. يعني هذا المخطط السهمي قلنا علاقة عين معرفة من مجموعة سين الى المجموعة صاد. يعني تأخذ عناصرها من مجموعة سين وترتبط بالمجموعة صاد. اكتب المجموعة للزواج المرتبة التي تمثلها العلاقة عين هي عين العنصر 0 حيرتبط بالعنصر 8 العنصر 1 حيرتبط بالعنصر 9 يعني 1 9 العنصر 2 حيرتبط بالعنصر 7 يعني 2 7 وبالطريقة هاي بكون على كتابة العلاقة عين المعرفة من المجال اللي هو السين الى صاد وهو المدى على شكل ازواج بهاي الطريقة بكون عندي العنصر الاول يمثل المجال والعنصر الثاني يسمى المدى يعني 0 1 و 2 هذول المجال عناصر المدى 8 9 7 مثال اذا كانت لام تساوي 0 1 2 3 4 و ميم تساوي 1 2 3 اي العلاقات الاتية تمثل تحويلا من المجموعة لام الى المجموعة ميم مع ذكر السبب يعني معين اعطاني اياها 1 2 0 2 2 3 اذا اشوف هاي العلاقة هل تمثل تحويل او لا هل العنصر الاول من المجال وهل العنصر الثاني بكون من المدى العنصر الاول بكون من المجال 2 بكون من المدى اذا ارتبط كل العنصر من المجال بعنصر واحد فقط من المدى بكون انا عندي هون تحويل اذا اتكرر العنصر في المجال معناها مش تحويل اذا اتكرر العنصر في المدى زي الاثنين اللي هون مكرر هون ايضا لا يعتبر تحويل لانه بدل ان انا في عندي عنصر اثنين اللي هو في المدى هو صورة لاكثر من عنصر في المجال يعني اثنين صورة لواحد واثنين صورة لصفر اذا ليس تحويلا يعني لازم حتى يكون تحويل انه كل عنصر من المجال يرتبط بعنصر واحد في المدى وكل عنصر من المدى هو صورة لعنصر واحد فقط من المجال يعني اثنين ما بصر يرتبط بصفر ويرتبط ايضا بواحد في هاي الحالة لا يمثل تحويل زي ما هو في هاي العلاقة لا يعتبر تحويلا لانه كل من عنصرين واحد وصفر في المجال العلاقعين لهما نفس الصورة في المدى وهي 2 العلاقة الثانية سين 2-2-3-3-1-1 منلاحظ أن 2 من المجال ارتبط ب2 من المدى و3 من المجال ارتبط ب3 من المدى و1 من المجال ارتبط ب1 من المدى منلاحظ أن الصفر لا ارتبط بأي عنصر وأيضا الأربعة لا ارتبط ولا بأي عنصر إذن لا يعتبر تحويلا لأن هناك عنصرين في المجال العلاقة سين وهما 0-4 لم يرتبط بأي عنصر في المدى إذن 0-4 ما ارتبط بأي عنصر في المدى حين 0-1-1-1-2-1-3-1 منلاحظ أن الصفر ارتبط بالواحد والواحد ارتبط بواحد و2-1-3-1 إذا عندي أربع عناصر من المجال ارتبطوا بعنصر واحد فقط من المدى إذن هذا الحكيمات بجوز يعني أنا هون ما بمثل عندي تحويل أيضا أن الصفر ارتبط بأربع عناصر فهذا بفسد شروط التحويل لجب أن يكون صورة واحدة للمدى في المجال يعني لا يعتبر تحويل أن كل ما العناصر 0-1-2-3 في المجال العلاقة لها نفس الصورة في المدى هو واحد أربع دال نحظ أنه صفر مع الثنين والأربع مع الواحد والثنين مع الثلاث والأربع مع الأربع إذن أربع ارتبطت من المجال ارتبط بواحد من المدى وبأربع من المدى بس أصلا الأربع مش موجودة في المدى فكيف ده ترتبط بعنصر أصلا بعنصر غير موجود في المدى لا يعتبر تحويل لأن العنصر الأربع في المجال العلاقة دال له أكثر من صورة في المدى وكذلك العنصر الأربع ليس عنصرا من مدى العلاقة دال يعني مش موجود أصلا في العلاقة دال المدى تبعه فما يعتبر تحويل مثال أي من العلاقات الآتية تمثل تحويلا من المجموعة ألف إلى المجموعة بأتوضيح السبب مع توضيح السبب العلاقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة أربع علاقات بنا ندرسها وأمثل أي منها بتمثل تحويل أو لا مع ذكر السبب العلاقة واحد هل تمثل تحويل؟ نعم لأن كل عنصر من المجال ارتبط بعنصر واحد من المدى وأن كل عنصر في المدى هو صورة لعنصر واحد فقط في المجال يعني علاقة واحد تعتبر تحويل لأن كل عنصر في المجال ارتبط بصورة واحدة فقط في المدى وكل عنصر في المدى هو صورة لعنصر واحد فقط في المجال علاقة اثنين منلاحظ فيها انه عندي عنصرين في المجال ارتبطوا بعنصر واحد في المدى يعني عندي عنصر واحد في المدى هو صورة لعنصرين في المجال وهذا الحكي لا يجوز ولا يعتبر تحويل يعني ما بصير عندي يكون عندي عنصر في المدى له صورتين في صورة هو لعنصرين في المجال لا يعتبر التحويل لأن هناك عنصر في المدى هو صورة لعنصرين في المجال وكذلك هناك عنصر في المدى ليس صورة لأي عنصر في المجال العلاقة الثالثة من لاحظ أن عندي عنصر في المجال ارتبط بعنصرين في المدى من شروط التحويل كل عنصر في المجال يرتبط بعنصر واحد فقط في المدى ولكن هذا العنصر ارتبط بعنصرين في المدى فلا يعتبر تحويل لأن هناك عنصر في المجال له صورتين في المدى العلاقة الرابعة هنا يوجد عنصر في المجال لم يرتبط بأي صورة وهناك عنصر في المدى ليس له صورة لأي عنصر في المجال لا يعتبر تحويلان أن هناك عنصر في المجال ليس له صورة في المدى وهناك عنصر في المدى ليس صورة لأي عنصر في المجال مثال آخر إذا كانت لام تساوي سالب 1-3-7 هذه المجموعة لام مكونة متات عناصر سالب 1-3-7 والمجموعة م مكونة متات عناصر 0-1-2 أي العلاقات التي تمثل تحويل من المجموعة لام إلى المجموعة م مع ذكر السبب العلاقة الأولى عين واحد من لاحظ أنه فيها العنصر 2 في المدى تكرر مرتين وهذا العنصر في المدى صورة لأكثر من عنصر في المجال وهو سالب 1 وهو صورة أيضا لرقم 3 وهذا بدل أن هذه العلاقة لا تعتبر تحويل لأن هناك عنصرين في المجال لديهم نفس الصورة في المدى وهي 2 علاقة الثانية عن 2 من لاحظ فيها عندي كل عنصر من المجال ارتبط بعنصر واحد فقط في المدى فهنا يعتبر تحويل لأن كل عنصر في مجال العلاقة عين ارتبط بصورة واحدة فقط في مدىها وكل عنصر في مدى العلاقة هو صورة لعنصر واحد فقط في مجالها العلاقة التارتح المخطط السهمي اللي عين اياه من لاحظ أنه كل عنصر في المجال ارتبط بعنصر واحد في المدى وكل عنصر في المدى له صورة يعتبر صورة لكل عنصر في المجال فهو تحويل وكل عنصر في المدى هو صورة لعنصر واحد في المجال مخطط السهمي الأخير هل هذا يعتبر تحويلا؟ لا يعتبر تحويلا لاحظ أنه الواحد هو صورة لعنصرين في المجال لهم سالب واحد والسبعة وأيضا السبعة في المجال ارتبط بعنصرين في المدى لذلك لا يعتبر تحويلا لان كل من العنصرين سالب واحد وسبعة في مجال علاقة عين له مع نفس الصورة في المدى وهي واحد وكذلك العنصر سبعة في مجال علاقة عين اربعة ارتبطة بعنصرين في المدى نهم واحد واثنين